الذكاء الاصطناعي يشكل تهديداً وجودياً على الصحافة هو ما خلصت إليه دراسة حديثة لمعهد Future Today الأمريكي أكدت أن مجال الإعلام قد يتأثر كغيره من المجالات بانتشار الذكاء الاصطناعي الذي اقتحم مجالات صناعي عدة في الوقت الحالي هناك مؤسسات صحفية تستخدم الذكاء الاصطناعي في سياغة مقالات باستخدام بيانات ومغطيات متوفرة بالفعل وذلك في مجالات مختلفة تتراوح بين المباريات الرياضية إلى المعلومات المالية وأداء الأسواق غير أن دراسة معهد Future Today تشير أن التطور التقني في المستقبل غير البعيد سيمنح وسائل الذكاء الاصطناعي القدرة على صياغة مقالات لا تكتفي بجمع العناصر الخبرية بل تتعد ذلك إلى التحليل من دون أي حاجة لصحفيين دراسات أخرى أشارت إلى أن الأدوات التي يتم تطويرها تسمح للذكاء الاصطناعي تحليل البيانات وتحديد الأنماط والاتجاهات من مصادر متعددة ورؤية الأشياء التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة وتحويل البيانات والكلمات المنطوقة إلى نص وتحويل النص إلى صوت وفيديو وبحسب الدراسة التي نشرتها وكالة Associated Press للأخبار فإن المرحلة القادمة ستشهد نموا في قدرة الصحفيين على دمج تلك التقنيات الذكية في عملهم اليومي بسلاسة مطلقة بحيث تصبح التقنيات الذكاء الاصطناعي قادرة على القيام بما هو أكثر بكثير من الموجود حاليا ونتيجة لهذا فإن نصوق الإعلام بشكله التقليدي بات على المحك فمستقبل وسائل الإعلام سيعتمد على كيفية التعامل مع هذا الواقع وكيف يتأقلم الصحفيون مع هذه الأدوات الجديدة ويعملون جنبا إلى جنب مع أدوات الذكاء الاصطناعي كفاح الزين العربية